بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبل أيام يسيرة حدثت لي تجربة خاصة فأحببت أن أشاركها معكم كنت أصلي في وقت من الأوقات الفاضلة في وقت السحر خصوصا فكنت مرهقا شيئا ما فبين ركعتين وركعتين أخذت الهاتف قلت أنظر في الهاتف النقال لعل هناك خبران لعل هناك قصة ترفع الهمة لعل أقرأ شيئا يعينني فيما أنا فيه أو يفتح لي آفاقا جديدة فتحت وجدت رسالة أرسلها فاضل من الفضلاء لكن تتحدث عن أناس يردون علي في موضوع معين في خلافات عقدية في أشياء من هذا القبيل دخلت إلى كلامهم تأملت ما ذكروه حقيقة وقع لي حينئذ شيء من قسوة القلب حين اطلحت على ذلك الكلام هذه الخصومة هذه الخلافات هذه الصراعات التي وإن لم أخذ فيها بشكل مباشر أنا ما أخذت لكنهم يردون علي حين رأيت كلامهم أحسست بشيء من قسوة القلب والله دون يعني مبالغة تركت الهاتف ورجعت لأصلي بدأت أصلي والله لبس علي في القرآن حقيقة في مواضع يعني أتقن حفظها دون إشكال يعني ما استطعت أن أكمل بحيث وجدت أني سأخطئ في كل آية بل أكثر من ذلك فوجدت أني حقيقة إذا استمرت على هذه الصورة ربما يكون ذلك سوء أدب مع القرآن ومع الصلاة لأن العقل ما عاد يعني عنده تفاعل مع هذه الآيات التي يقرؤها فأوقفت الصلاة ندمت على ذلك ندما شديدا ما ندمت على إيقاف الصلاة لكن ندمت على أني نظرت في الهاتف في ذلك الوقت وأنا في العادة يعني أغرق الهاتف في مثل هذه الأوقات وأنصح الناس أن لا يفتحوه في مثل هذه الأوقات الفاضلة ولكن يعني غالبتني نفسي لسبب معين لإرهاق وكذا ففعلت ندمت لما؟ لأن هذه العبادة التي ضاعت مني لا يمكنني استدراكها يمكن أن آتي بمثلها بما يشبهها في يوم آخر ولكن أن أستدركها لا يمكن لأن الوقت الذي ضاع مني لا يمكن رجعه اللحظات الجميلة التي ضاعت لا يمكنك أن ترجعها فأحسست بندم شديد جدا وتأملت في حالي الذين يمضون يومهم في الخصومات وفي الصراعات وفي الخلافات كيف تكون قلوبهم؟ أنا أقول يعني التجربة يسيرة جدا شيء يسير خلاف يسير في وقت يسير ومع ذلك انظر إلى أثره عليه فكيف يكون حال هؤلاء الأقوى؟ وأرجوك لا تقول لي أخي الكريم نعم ولكن ابن تيمية كان يرد على جميع الطوائف اليهود والنصارى والشيع والأشاعر نعم لكن ما تنساه أو تغفله أن ابن تيمية فيما نحسبه الله وحسبه كان وليا من أولياء الله تعالى انظر ما ذكروا في ترجمته من تأله وتعبد وتحنث واكثار من ذكر الله عز وجل واكثار لقراءة القرآن ومن إقبال على جميع أنواع العبادات يعني إذا كنت مثل هذا فربما أقول لك لا إشكا ثم هو فوق ذلك حتى في خوضه في هذه الصراعات تجده مع ذلك يخوض في أمور دقيقة وعقلية وجافة ومع ذلك بين الفين والأخرى يأتيك ببعض الأشياء التي تليل قلبك يستحضر دائما ذلك الأصل أنا ما أخوض في هذه الخلافات فيما نحسبه الله حسيبه لا يخوض فيها لأجل هوى النفس أو الانتصار أو كذا وإنما لأجل غرض معين لأجل نصرة دين الله عز وجل فحقيقة هو ومثال فقط وإلا كثير من أئمة الإسلام هكذا يعني إذا كنت أخي الكريم تستطيع أن تفعل مثل هذا فطوبى لك هنيئا لك لكن الغالب الذي أراه في الناس هو أنهم يخوضون في خصومات يومية فتقسي قلوبهم العياذ بالله تعالى لا تنسوا إخوة الأفاضل وأنتم في خضم هذه الصراعات لا تنسوا الأصل المتفق عليه بين الناس إذا اختلفوا في كذا وكذا وكذا من أمور العقيدة أو الفقه فإنهم اختلفوا قط في وجوب واستحباب الإتيان بهذه العبادات الخشوع في الصلاة قيام الليل الأعمال الصالحة التي اتفقوا عليها حفظ القرآن تلاوة القرآن ذكر الله إلى غير ذلك فإحذر أن تنشغل بهذا الصراعي الخلافي الذي وقع فيه الخلاف بين الناس أن تنشغل به عن المتفق عليه بين المسلمين هي تجربة يعني أرجو أن هي تجربة سيئة لكن أرجو أن أكون قد استفدت منها وأن يستفيد منها من يسمع هذا الكلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر